موسيقى مباما ان احنا في الخيال فكان البيرت ايرنشتين بيقول الخيال اكثر اهمية من المعرفة فهو يحيل بالعالم اما يوهان جوتا جال الكثير من الناس يحسبون انهم يفهمون ما يتخيله تخيل بزمتك اما نانسي وايلورد جالت احيانا الأسئلة أهم من الإجابات دايما طبعا لأن كل ما البني آدم بيسأل كتير بيعرف أكتر وعن من أنا باليوم بونا بارتجال الخيال يحكم العالم شفت بقى الخيال مهم جدا بالنسبة لمسل وبالنسبة لأي حد فهو بيفتح مدارك الإنسان وبيفتح عقليته وزهنه لأبعاد كتير مش الممثل بس والإنسان العادي كمان لدم يتخيل تخيل معنا كده إيه اللي ممكن يكون بعد الخيال نكمل مقولات ولا ندخل على النقطة التانية جبل ما ندخل على النقطة التانية ألبيرتا أينشتين جال المنطق يأخذك من ألف إلى بقى أما الخيال يأخذك إلى كل مكان ومن هنا هنروح على النقطة التانية وهي التركيز تركيزوا في النقطة نركز مع بعض ونشوف التركيز الوفوق في قمة الدايرة التركيز مهم جدا للتركيز وندخل على التركيز سيب نركز لو أسمحك هو أنت جيت لأ أنا مش فضيلك خلص المحاضرة وأنت كنت نايم لأ ده أنا في النقطة التانية التالتة الرابعة لأ دخل على التركيز فيريد تصحى وتركز معايا مركز؟ طيب شكرا التركيز مهم جدا 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 بالنسبة لأ ناس مش بشرق أنه هو يركز بس على دور لأ لازم يركز على الأحداث اللي بتدور جواه المسرحية ويتفهم كل دور في المسرحية ويفهم كل الأحداث سواء كانت متتابعة أو كانت أحداث متفككة أيوة كلا صح؟ أحداث متفككة فبالتالي بيقدر أنه يربط الأحداث ببعض ويركز فالتركيز مهم جدا مش يستنى يشوف الأحداث رايحة فين بعد كده يفتكر لا يركز في كل النقطة في المسرحية عشان يقدر يوصل الرسالة اللي عايز يوصلها للجمهور بشكل مماشي ومن التأكيد ندخل على التدريب البدني الممثل لازم يكون عنده لياقة يبقى عنده فتنس يبقى عنده قدرة على تغيير ممكن يلعب حديد ممكن يعمل رياضة بشكل أو بآخر المهم أنه هو يقدر يعمل حركات الرياضة بتساعده البنية الجسمية بتساعده على أنه هو يقدر يتحكم في حركاته على خشبة المسرح وبالتالي على قدرته على الوجوف على الجعدة على المشي على الجاري على النطنطة على أي حاجة ممكن يطلبها منه المخرج مرتبطة بجسمه فبالتالي لازم يخلي عنده تدريب بدني أو تدريب جسدي بشكل مباشر بشكل يومي أو بشكل يوم من تاني يوم أو بشكل إسبوعي مهم أنه يضرب نفسه ما يسيربش نفسه للسمنة وما يسيربش نفسه يفضل ضخم أو رفيع خالص فبالتالي التدريب الجسدي مهم جدا بالنسبة للممثل وبعد كده ندخل على السبات الانفعالي باختصار إيه هو السبات الانفعالي؟ هو قدرة الإنسان على التحكم في انفعالاته وتصرفاته فما يغضبش بصورة كبيرة أو أنه يحزن بصورة كبيرة برضو أو أنه يفرح بصورة كبيرة المهم أنه هو يسيطر على تصرفاته وانفعالاته فما يبقاش فيه اي ممثل اي انسان لازم يدرب نفسه على الثبات الانفعالي لان الثبات الانفعالي مهم جدا بالنسبة للممثل ومهم جدا كمان بالنسبة للانسان بالتالي دي بعض الحاجات